نعم هناك صور نعرضها حاليا بينما تتحدث حضرتك لفريق وصول فريق الإنقاذ الروسي إلى المنطقة التي يعتقد بأن أو هو في طريقه إلى مدينة تبريز شمال غرب إيران حيث من المتوقع أن تكون قد سقطت طائرة الرئيس الإيراني هذه الصور سنعيد عرضها حاليا لتظهر هذا الفريق الفريق الروسي الذي كما ذكرنا يتوجه إلى تبريز للمساعدة في البحث عن حطام الطائرة التي سقطت والتي كان على متنها الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقين لهم ترجمة نانسي قنقر